بينما تستارض الحكومة أبرز إنجازاتها تتحدث عن تغيير وزاري مرتقب مدى جديتها في هذا الملف وطبيعة الضغوط السياسية نتابعها مع فقار فاضل في هذا التقرير تجدد الحكومة في سنويتها الثانية التي استعرضت خلالها أبرز إنجازاتها على أهمية المضي بإجراء التعديل الوزاري خلال المدة المقبلة لكن الأوساط المراقبة ترى ذلك قد يصطدم بجدار الكتل السياسية الداعمة لأغلب الوزراء والمسؤولين التنفيذيين تغيير الوزارة اليوم ليس فقط سيد السوداني بجرة قلم أن يغير أي وزير وإنما هذا الوزير مرتبط بكتلة سياسية مرتبط بجهة مرتبط بحزب وبالتالي اختيار مرتثاني يطول إلى عدة أشهر وهذه من عمر الحكومة وبالتالي تحسب أخفاق على حكومة السيد سوداني ومع تفاوت سقف التوقعات لدى العراقيين إزاء تعديل وزاري مرتقب إلا أن الأروقة السياسية تتداول بعض الأسماء التي قد تكون مرشحة للاستبدال لأسباب مختلفة واضح جدا أن هناك بعض الوزارات غير منتجة هناك وزارات ملزمة بالتعديل على سبيل المثال مثلا وزارة النفط بسبب مرض الوزير أعتقد هذا سيكون خلال الأيام القادمة سوف يتم استبداله أيضا عندنا ملاحظات على وزارات أخرى مثلا عندنا مشكلة بوزارة التربية مثلا عندنا مشكلة بوزارة الجراعة عندنا مشكلة بوزارة الموارد المائية ما عندنا عمل حقيقي ما شفنا ما هي الاستعدادات مثلا الموسم القادم خاصة أن هناك شحف المياه وبالتالي التقييم بالنسبة لأننا كمراقبين هو ليس بالمستوى المطلوب وليس بالمستوى الذي يتحدث به دولة رئيس الوجراء وعلى الرغم من مرور عامين على عمر الحكومة إلا أن الإقدام على خطوة التعديلات الوزارية باتت بعيدة بفعل الضغط السياسي وهيمنته على المشهد بنحو عام يقول مراقبون من العاصمة بغداد فقار فاضل الرابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر